لماذا فرحة ولماذا قصة النكبة؟ فرحة لأنه هي الفرحة التي سلبت من الشعب الفلسطيني بالـ 48 بالنكبة ليش النكبة؟ لأنه هذا الحدث مغيب بالسينما مهمش تماماً كان مهم لإلي أني أعمل قصة قصة كتير بسيطة عن بنت عندها حلم وبس تقرب من حلمها كل شي بيخرج بسبب الاشتياح اللي بيصير عقريتها بسبب أحداث النكبة فليش؟ لأنه بهمني أنه فيلم زي فرحة يعيش عشان هاي لصة تعيش للجيال اللي جاي عم بحكي عن قضية بس بلغة كتير سينمائية مختلفة وطرية إنسانية يعني قريبة لقلوب العالم بتخيل اللي خل فرحة يوصل لقلوب الناس هو إنه كتير قضية إنسانية والغرب حسوا فيها ومش بس العرب الغرب بتخيلوا فرحة بمكان بناتهم فلما تحكي قصة عاطفية الناس بتحس وهاي قوة السينما إنك تأثري يعني من أماكن من جزيرة اسمها وايهيكي قريبة من نيوزلند لليابان لكل العالم عم بيروح الفيلم الحمد لله لأنه محطوط على نتفلكس منصة عالمية وصوتنا عم توصل وصوتنا عم بيوصل للعالم كله لأني كنت بدي أتعامل مع القضية الفلسطينية بطريقة مختلفة شوي بدي أورجي الفلسطينيين كبشر بدي أحكي عنها كطفلة مش كرقم من السبعمائة ألف أو تمائمائة ألف اللي طلعوا من فلسطين هجروا بالـ 48 كان بدي أحكي عنها كإنسانة عندها أحلام عندها طموحات انحرمت من طفولتها انحرمت من صداقتها من كل شيء ولكن مع ذلك وجهتي انتقادات لاذعة خاصة ممن يرون بأنك تطرقتي لبعض الأحداث بشيء من المبالغة وأحيانا تهمتي بأنك على سبيل المثال عصبات الهجانة وصفتيهم أو صورتيهم بأحداث الفيلم باللا إنسانية وبأنهم قتلوا أطفال ونساء من المدنيين الفلسطينيين في حرب الـ 48 كيف تردين على ذلك وكيف تمكنتي أيضا من مواجهة هكذا انتقاد الكلمة مش المبالغة هي عكس المبالغة هي اللي أنا ورجعت هو لا شيء مقارنة باللي صار بالـ 48 فهذا هو ردي وأنا ما حطت أكتر لأنه أنا بالنسبة لي اللي بحب أستخدم سلوب التكثيف بالسينما هذا سلوبي بحب الرمزية فما حطت أكتر ما كان بدي أحط كل شيء وما فيك أصلا تحكي كل شيء صار بفيلم واحد يعني بالآخر الفيلم وصل لكل بيت وصل لقلوب العالم الحمد لله والناس هلأ عم بيعرفوا أكتر عن النكبة إن حكالي كتير أنه انتبهي هذا الليش ممكن ينهي يعني الكرير تاعتك أو مسيرتك المهنية بس بالنسبة لي ما كنت خايفة الصراحة أحكيلك أها بس ما خفت لسبب اللي أنا عم بحكي الحقيقة إنها بتقولني على حق حشتك قوية ما بتخافي يعني ما بحكي عن شيء كتير بيعني لي وقضية إنسانية وقضية بتهمني وفي عندي هاي الحاجة الملحة إن أشارك هالقصة واللي ما بعمل سنما في كتير رموز بالفيلم بالنسبة لي كان بديئة كنت بهمني الفيلم يكون ملحمي بالصراعات والأشياء اللي عم تصير داخليين جوا فرحة مش ملحمي بالمعارك ومشاهد يعني أكتر مشهد أكتر دم بدي الجمهور يشوفه هو الدم لما فرحة تبلغ كان بهمني هاد أكتر شيء يعني كان التكثيف بني أركز على شعور طفلة هو بوصل شعوره كتير أقوى من إن أورجي كتير مشاهد خارجية خارجية يعني ركزتي على الصراع الداخلي والعواطف التي تمتاب طفلة تشاهد هكذا مشاهد قوية بالضبط يعني النكبة من عيون طفلة شكراً لك شكراً لك شكراً لك